بالنسبة للإسلام عندنا ضابط محدد أنت إذا خرجت عن الدين الإسلامي قلت والله أنا أريد أن أكون يهودي أن أكون نصراني أكون صابع أكون بوذي أنت حر لكن إذا أردت أن تكون مسلم عندك شرط واحد فقط أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هذه الكلمتك فيك لكي تعلن كلمة الإسلام دون أن نتدخل في الباطن نجي نقول والله أنت تقصد لا إله إلا الله محمد رسول الله أو لا تقصدها ولذلك بعض العلماء في فترة متأخرة وضعوا لكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله شروط سموها شروط لا إله إلا الله الأصل أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ليس لها شروط طالما قالها الإنسان بلسانه عنده اعتقاد معين أي كان هذا الاعتقاد نحن لا نعرف الذي في مواطن الأشياء قال لا إله إلا الله محمد رسول الله القرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامُ لَسَّا مُؤْمِنَةٌ واحد قال أنا مسلم فلا تش تقوله لا أثبت لي أنك أنت إنسان مسلم خلاص قال لك أنا مسلم انتهى الحال